محمد الدقاء مواطن في المطرية لقى عنده كم قطعة ملابس هو مش محتاجها هو او اهل بيته فرق عامل فرشة كده وقال الملابس دي اي حد يعدي عايز ياخدها ببلاش او ما بيبيعش فلقى الناس تكلبت عليه وخدوها وما كانوش مصدقين فالراجل قرر يوسع الفكرة يكلم بقى اصحابه ارايبه الكلام ده وياخد كل الملابس اللي هي خارجة عن استخدامهم تده توسع والدنيا تمشي يعني والدنيا تمشي والاقبال يتزايد وقرر انه هو مع مجموعة من اصحابه طب وليه يكتفي بالمطرية لا قالك انا هلف كل القاهرة والملابس بيفجأ بيحكي بيقول ان فيه حتى بعض الجاليات العربية والافريقية المقيمة في مصر كانوا بيشتروا منه قطعة ملابس يعني بياخدوا القطعة من فقرين انه هو عارض وهياخد فلوس فقال لهم ببلاش فبيقول حجم الفرحة اللي كانت على لسان الناس دي وعلى وشوشهم غير عادية وقال انا ناوي الاف في محافظات مصر الفرحة